اتفاقات عديدة عقدتها لجنة إعادة الانتشار المشتركة بين ميليشيا الحوثي والحكومة الشرعية برعاية أممية لحل أزمة المواجهة العسكرية في مدينة الحديدة لقاءات على متن سفينة أممية في عرض البحر ولقاءات أخرى في البر لكن لا لقاءات البر أثمرت ولا لقاءات البحر أيضا وتبين للطرفين أخيرا أن المشكلة ليست في المكان خمسة مراكز متوزعة حول مدينة الحديدة لمراقبة وقف إطلاق النار ومع ذلك فالخروقات مستمرة أين المشكلة إذن؟ فأبهاجت كوها هو ثالث عسكري تعينه الأمم المتحدة لقيادة مفاوضات بين الطرفين لإرساء سلام مقتضب وبأي صيغة كانت حيرة طويلة صاحبت هذا الجنرال جعلته أخيرا يدلي من علامة سفينته بتصريح حول طبيعة الأزمة قائلا إن عملية إعادة الانتشار الفعلية لن تكون ممكنة في الحديدة إلا بعد مناقشة مسألة قوة الأمن المحلية وحلها سياسيا إذن الأزمة سياسية قبل أن تكون عسكرية والتوجه جغرافيا إلى صنعاء والمخى ستكون ضمن مهام رئيس اللجنة الأممية في الأيام القادمة كما يقول لم ينسى جوها خلال هذا الفشل التأكيد على قيامه بدور آخر حيث أشار إلى أنه يتابع ضمان تسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر الخطوط الأمامية التي تشمل أفضل الطرق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني هذه المراجعة لمكامن الخلل أتت بعد فشل جميع الاتفاقات السابقة في أن تكون واقعا على الأرض فقد تعرضت مرارا مواقع قوات الجيش الوطني في الحديدة لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة من قبل ميليشيا الحوثي كما حدث مؤخرا في مديريتي الدريهمي والتحيطة بيئة عمل صعبة قد لا تلام عليها الأمم المتحدة في حال فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر وأطراف فقدت الثقة فيما بينها تتبادل اتهامات مكررة حول الطرف المعرقل كل ذلك يبقي مصير مدينة الحديدة المفتوحة على البحر الأحمر بشأن تحقيق السلام مجرد تكهنات سياسية ومحاولات قد لا يكتب لها النجاح